اشتركوا في القناة كل العيش اللي انت تعمليه هيتفتح وهيتنفخ وولادك بقى مش هيعرفوا خالص ان انت حطا لهم في لبن خصوصا للاولاد اللي هم مش بيشربوا اللبن فده عيش هيتعمل معاك بسرعة قوي لما انت مستعجلة وكمان هتحط فيه لبن وهتعجينيه اصلا باللبن فهو مقاديره بسيطة قوي كلا نسمي بسم الله ونقول على طول على المقادير انا هجيب بولا وهحط فيها دلوقتي كباية لبن دافية طبعا الكباية اللي انت هتعاييري بيها الحليب دي هتعاييري بيها كمان الدقيق كباية حليب لازم تكون دافية وهنحط فيها دلوقتي معلقة صغيرة مليانة خميرة وهنحط معلقة صغيرة مليانة سكر وهنقلبهم مع بعض وهسيبهم شوية كده خمس دقايق وبعد كده هحط دلوقتي دقيق انا عندي كبايتين دقيق كبار وهنحتاج نص كباية بعد ما نخلط الكبايتين دول كده مع اللبن ورشية الملح طبعا ما ننساهاش العيش ده بقا مش بيحتاج اي مجهود ولا عجن ولا اي حاجة خالص بس لو مشيتي على الخطوات اللي هقولك عليها هيبقى جميل ومنفوش كده وطعمه كمان حلوة قوي مش هتحط فيه ميا ولا حاجة انا بخلط الحاجات دي كده بالمعلقة وبحط دلوقتي بعد ما خلطهم نص كباية دقيق ممكن عندك ياخد كبايتين بس يعني على حسب نوع الدقيق المهم ان هي عجنة في الاخر ملزاقة كده مش متماسكة انا لمتها كده على بعضها ما عجنتش ولا اي حاجة زي ما انت شايفها وحط دلوقتي معلقة كبيرة زيت وهبدأ ادخلها بس كده بسيط جدا في العجين مش هعجن برضو انا هدخلها بس كده في العجينة علشان برضو الزيت بيدي تراوة حلوة جدا للعجينة بتاعتي بعد ما دخلتها هكورها وهغطي بقى العش بتاعي دوت مدة حلوة علشان يختمر لان الجو طبعا برد فياخد منك ممكن ساعة من نص ساعة لساعة مهمة قوي ان انت تسبيه يرتفع كده وياخد حقه في الخمر مغطي بك كويس قوي كده علشان يختمر هسيبه بقى في مكان دافي وهنرجع له دلوقتي ده شكل واحد ما اختمر مش محتاج ان هو يرتفع لحد فوق لان الكمية اللي عندي كمية صغيرة اوى انا حبيت اوريكو بس لو عايز اتضعف الكمية بتاعت العيش ممكن تضعفيها عادي هجيب بقى الحاجة اللي انا هكور عليها العيش ده صانية او اي حاجة او قطاع وهكور العيش بتاعي بس بقى هو تمسك لوحدك لما بياخد وقته في الاختمار بيبدأ القوام بتاعه يتغير ويتمسك هبدأ اكور كل الكمية اللي عندي ومهمة او انتو تحطي راشة دقيق هتكوريها الحجم اللي انت عايزي بعد ما خلصتوه مارش عليهم راشة دقيق علشان ما يلزقش مني لان انا هغطي دلوقتي في الفوتا واسيب الكور بتاعت دي ترتحتاني علشان ما تغلبنيش في الفرد بتاعها هو التكنيك بتاعه بياخد شاية وقت بس هو عشان يطلع لك احسن حاجة يعني انت بحتكاها العيش هينفش وهيبقى جميل وكمان طعو حلو قوي كل ده هيخلص معيك وانت وقفة كده في المطبخ بتعملي حاجة هتعمليه بسرعة قوي هبدأ بعد ما ارتاح شوية كده حوالي عشر دقايق وخلاص بقى حجم كبر برضو شوية هبدأ افرده وادوره كده وده ارتفاعه يعني حوالي نص سنتي كده مش كبير ولا هفا طبعا لو هو انت رفعتي اكتر من كده العيش عندك مش هينفش يعني دي ملحوظة مهمة او ان انت ما ترفعهوش وكمان ما اتخنهوش يعني خليه وسط انا بفرده احسن طريقة الفرد ان انت بتاخدي من نص الاطراف يعني من نص العجينة للحروف كده علشان يتدور معك بيبقى شكل وحاجة طبعا حاجة بسيطة جدا انت بتعمليها علشان تحطي العيش دوت وما ياخدش منك اي مساحة انت بتجيبي صانية عندك وتحطي عليها فوطة ومن جرش الدقيق ولا حاجة بتبداي تحطي العيش على جنب وعده وتحطي فوطة تانية وتحطي العيش يعني ايه هي صانية واحدة تحط عليها كمية كلها انا حبيت بقى اخلي الرغيف دوت مختلف شوية فحطيت عليه حبة البركة يعني لازم طبعا تبليه شوية مية كده بفرشة وبعد كده حبت عليه حبة البركة او سمسم دي حاجة كده يعني براحتك لو عايزة كمان العيش كله يبقى بالحبة البركة او كله بالسمسم براحتك انا حبيت اقولك دي فكرة برضو بيدي تدي له طعم حلو قوي زي ما انت شايفت طبقات كلها بينها فوط وفي الاخر خالص بعد ما خلص كله بقى هغطي بفوطة وهبدأ على طول اشغل بتجيز بتاعي بس كل ما بتسيبه ارتاحي ممكن تسيبه كمان خمس دقايق علشان تاخذي احسن نتيجة دلوقتي انا سخنت اتصل لعندي قوي اول ما سخنت هبدأ بقى دلوقتي احط العيش بتاعي وهو هتقلب منكم حوالي اربع قلبات او خمس قلبات المهم اول ما يتشمع بسيط تروح قلبه وما تدوسيش عليه ابدا الا لما تقلبيه قلبتين تلاتة علشان يبدأ بقى ينفش معايكي ويخش بقى الهوى جوه البخار بتاع العيش ينتشر فيه ويبقى قوامه حلو جدا وكمان ينتفخ معايك الخبز ده حلو جدا وكمان طعمه حلو مغزي لولادنا خصوصا الولاد اللي مش بيرضوا يشربوا اللبن فهم مش هيعرفوا ان فيه لبن خالص يعني ما عاملوهم منه استندوتات مش هيعرفوا خالص وكمان حلو قوي بصوا بقى اتنفخ معايك وهو كل الكمية اللي عندي ده اتنفخت كانت عمه حلو وطبعا نتيجته مضمونة قوي بصوا بقى بسم الله انا بضغط بقى من الحتة اللي اتنفخت علشان اوزع جوه البخار الصخم فينفش لي الحتة اللي ما نفختش كده وبعدين بقلبوا قلبتين يعني هو حوالي اربع خمس قلبات كده بيكون شكله كده معايا جميل انا بحب جدا قدي طعم للعيش بتاعي فممكن ساعات بعمل العيش ده كله بحبة البركة بيبقى جميل جدا وكمان ريحته وطعمه حلو ومفيد طبعا حبة البركة مفيدة قوي ممكن كمان سمسم زي ما قلتلكم المهم ان انتو تحطوا على العيش شوية مية بالفرشة كده علشان الحاجة اللي عندك اللي انتو بتحطيها تلزق عليه وما تطلعش خالص يعني مهما ضغطي او عملتي مش بتطلع بتطلع الكمية دي كلها على فوطة زي ما انتو شايفة ترسيهم جنب بعض وتحطيهمش على بعض بعد ما تخلص الكمية كلها خلاص كده بيبرد ممكن تشيليه كمان في الفريزر ووقت ما تحب تستعمليه بيبقى ما شاء الله طاري زي ما انتو شايفة اتنفخ وما شاء الله جميل جدا وكمان المفروض الطاسة ما تكونش بتلزق يعني تكون طاسة نوحة كويس ما بتلزقش بصوا بقى شكله بجد يفرح يعني جميل لو بيخلص معاك بسرعة قوي ان شاء الله يا رب العيش بتاعي النهاردة يكون عجبكم ويفيدوا ولادكم اللي هما مش بيشربوا اللبن ويا رب تجربوه بإذن الله ولو جربتوه عجبكم ما تنسوش اللايك ويا رب يكون الفيديو عجبكم بإذن الله وانتظورين الفيديو جديد ومع السلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر